موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما جرت العادة بهذه الإطلالة السريعة على أهم العناوين في الصحف والمواقع الإلكترونية موسيقى البداية من اليمن اليوم مبادرة لفتح طريق عقبة منيف الحوبان من تعز من جانب واحد المبعوث الأمريكي عدد كبير من العناصر الإيرانية وحزب الله داخل اليمن وكانت خبر تقرير حقوقي وثق 481 انتهاكا حوثيا في صنعاء خلال عام نيوز يمن تحليل أربعة أسباب لإخفاق إعلام الشرعية الشرق الأوسط هيئة البث تفاؤل حذر مع تسلم إسرائيل رد حماس بشأن صفقة التبادل العربية الأمريكيون يهددون الحثيين بتصعيد واستهداف القيادات في روسيا اليوم الأورو متوسطي ينقل شهادات مروعة الجيش الإسرائيلي يمارس تنكيلا وتعذيبا ساديا ضد الفلسطينيين في غزة وكالة وفا الرئيس يستقبل المفوضة العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا من قبيل تفسير الماء بالماء خرج المبعوث الأمريكي بتصريح عن تواجد الإيراني في اليمن حيث طالعتنا وكالة خبر المبعوث الأمريكي قوات إيرانية كبيرة وعناصر من حزب الله موجودون في اليمن لمساعدة ميليشيا الحوثي في هجماتها أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن التيم ليندر كينغ يوم ثلاثاء أن عددا كبيرا من القوات الإيرانية وعناصر من حزب الله اللبناني موجودون على الأرض في اليمن لمساعدة ميليشيا الحوثي في هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وقال ليندر كينغ للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن النظام الإيراني يزود ويسهل هجمات الحوثيين والتي أدت إلى ضربات أمريكية وبريطانية انتقامية على اليمن وأضاف المبعوث الأمريكي لا أستطيع أن أتخيل أن الشعب اليمني يرغب في وجود هؤلاء الإيرانيين في بلادهم يجب أن يتوقف هذا وليندر كينغ الذي تعامل مع الحوثيين منذ وصول رئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض أقر بأنه لم يتم ردع المتمردين عن تحول مرتبات المعلمين إلى حوافز متباعدة في مناطق سيطرة الحوثيين من مرتبات شهرية إلى حوافز ضئيلة إمعان حوثي لإذلال المعلمين ونهب حقوقهم يذلوننا بحافز لا يساوي شيئا عبارة نقلها أحد المعلمين بعد خروجه من أحد فروع بنك الأمل في صنعاء عقب استلامه مبلغا ماليا ضئيلا لا يتجاوز ثلاثين ألف ريال يمني خمسين دولارا تحت مسمى حافز للمعلمين والمعلمات من صندوق دعم المعلم التابع للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وقال أحد المعلمين العاملين في مديرية معين بأمانة العاصمة إن الحافز لا يسمن ولا يغني من جوع بل جاء لإسكاة المعلمين والمعلمات عن المطالب بصرف مرتباتهم المنهوبة من قبل الحوثيين منذ العام ألفين وستة عشر وأشار نحن على أبواب رمضان وهذا الحافز يتم صرفه بشكل غير منتظم ويأتي مرة أو مرتين في العام ولا يكفي الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ودفع إيجارات المنازل وغيرها من الأساسيات مصادر تربوية في صنعاء أكدت أن القيادات الحوثية المعينة لإدارة صندوق دعم المعلم والتعليم تقوم بصرف الحوافز المالية من استقطاعات إجبارية ومبالغ مالية يتم فرضها على المواطنين من خدمات الاتصالات والضرائب والجمارك والكهرباء والمياه وبعض المؤسسات والمرافق الإيرادية وعن اقتراب الوصول إلى هدنة في غزة خلال شهر رمضان طالعنا موقع العربية إعلام إسرائيلي اتفاق تبادل المحتجزين مع حماس سيوقع قبل بداية شهر رمضان قالت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل أثرى مرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل أكدوا أن توقيع اتفاق تبادل سيكون قبل العاشر من شهر مارس أذار المقبل وأشارت الهيئة إلى أن الوسيطين أبلغ الولايات المتحدة بهذه المعلومات وأكدوا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان قد أكد أن إسرائيل ومصر وقطر وأمريكا توصلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة كذلك قال إن بايدل لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح مشيرا إلى أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدما في عملية رفح بدون وجود خطة لحماية المدنيين جاء ذلك عقب استئناف أو عقب استئناف محادثات في الدوحة تهدف للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة شبح المجاعة يخيم حول خيام النازحين ومخيمات أهل قطاع غزة حيث طالعنا موقع أخبار الأمم المتحدة مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة حذر مسؤولون أمميون من أن ما لا يقل عن خمسمائة وستة وسبعين ألف شخص في غزة أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة وأن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون سن ثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس ثلاثاء تحت بند حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وقال منسق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية رامش راكسينغهم إن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمياه أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا وأوضح أن الجوع وخطر المجاعة يتفاقمان بسبب أعوامل تتجاوز مجرد توافر الغذاء بدوره قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية وزراع الفاو موريتسيو مارتينا إن سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع حيث يتزايد خطر المجاعة يوما بعد آخر في مقالات الرأي نطالع مقالا لحسين الوادعي بعنوان العصابات المسلحة الطفيلية تتقن الميليشي الحوثي استجلب ويلات الحروب الخارجية لليمن في 2015 استجلبت حرب الأشقاء الخليجين بعد تهديدها الأمن الخليجي بإعاز إيراني واليوم تستجلب حربا ضد قوى عالمية سعيا وراء وضع البحر الأحمر في دائرة النفوذ الإيرانية تظن الحوثية أن تعيشوا بالحروب لكن الناس تختنق بحرب أعلى من قدراتها ومن حماقاتها تتعامل الحوثية مع اليمنين كما يتعامل الكائن الطفيلي مع العائل الذي اخترق جسده تبني قدراتها بامتصاص أموال الفقارة اليمنين وتجويعهم والقذف بأبنائهم إلى محازب حروبها العبثية طبيعة الحكم الذي تسعى الحوثية لتأسيسه في اليمن ليست ثوقراطيا ولا ديكتاتوريا رغم أنه يحمل أسوأ ما في النظامين من رذائل الحكم الحوثية نوع جديد أن يمكن أن نسميه حكم الأصابات المسلحة الطفيلية لتتخيل حقيقة هذا الحكم تخيل لو أن أصابة من أصابات المخدرات الكبرى في أمريكا اللاتينية صيدرت على السلطة وبدأت تحكم الشعب فكيف ستحكم؟ ستقضي تدريجيا على كل مؤسسة الدولة حتى وقد أصبحت تحت يدها لأن وجودها مناقض لفكرة الدولة ستتخلى عن أي التزامات خدمية تجاه الناس لأنها لا تحتاج لأي شرعية أو عقد اجتماعية ستنشر الإدمان والجوع والموت لأن هذه هي الحياة والبيئة المثالية لبقائها ستؤسس لحالة حرب أبدية بينها وبين الشعب وبينها وبين الدول المجاورة لأن تحكم غير الطبيعي بالسلطة يهدد أمن كل الدول المجاورة لها لن تخجل العصابة الحاكمة من الجوع والموت والحروب التي تخلقها بل ستتفاخر بها وتحتفل بها كإنجازات خارقة ستعيش عشة طفيلية على دماء الناس وأرزاقهم وأرواحهم مثلما تتغذى الطفيديات على عوائلها إلى مقال آخر لحسين شبكشي بعنوان نهاية الأفكار الكبرى دخلت الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة شهرها الرابع وأعداد قتلى فيها قد تجاوزت 35 ألفا دون أي بارقة أمل في الأفق لوضع حد لتلك المذبحة الكارثية غير المسبوقة والمعسكر الغربي عموما والولايات المتحدة تحديدا يريان أن وقف إطلاق النار الآن ليس من مصلحة أمن إسرائيل وهي جملة تصطدم بكل القيم التي بنيت عليها مفاهيم حقوق الإنسان التي تضمنتها دساتير الغرب وحرصت على الدفاع عنها بالقانون والقوة جميع المفاهيم النبيلة التي كان الغرب يفتخر برفع شعاراتها كنصرة المظلوم وحرية الصحافة واحترام الرأي المخالف وتطبيق القانون على الجميع بسوية وعدالة جميعها تحطمت وتفتتت الواحد والآخر على صخرة الدفاع عن إسرائيل بأي وسيلة وبأي ثمن حتى لو ناقض ذلك الأسس والقيم التي بنيت عليها الدولة في الغرب لا يمكن منطقيا وأخلاقيا الإبتعاد عن فكرة تطبيق القرارات الأممية الدولية بحق إسرائيل وانسحابها من الأراضي المحتلة والقبول العملي الكامل والعادل بإقامة دولتين كاملتي الأهلية والحقوق وبغير ذلك ستستمر دوامات الدم ومشاهد الدمار ولعل أغرب ما يحصل في الغرب من موقفه المؤيد لإسرائيل هو الانكشاف التام وبلا خجل لحجم التأييد والإنبطاح الكامل والتسليم بحذافير الرواية الإسرائيلية كسردية معتمدة لما حصل خلاصة القول إن الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي لم يكونوا يتوقعون أن تقسم مبادئهم الحاكمة حسب الأهواء وفي حالة التعامل مع إسرائيل تحديدا تحول حلم الآباء المؤسسين إلى كابوس كبير أهلا بكم من جديد ولمناقشة أبرز ما طالعتنا به الصحف والمواقع الإلكترونية من مواضيع رحب بضيفتي من القاهرة الكاتبة الصحفية والمتخصصة في القضايا الدولية هند الظاوي أستاذ هند مرحبا بك تحياتي لحضرتك والمشاهدين أهلا وسهلا أستاذ هند اليوم طالعنا في الكثير من المواقع عن قرب التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة أو اتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة خلال شهر رمضان برأيك لماذا يسود التفاؤل في هذا التوقيت وهل سيكتب لهذه المحادثات كان في الدوحة ومستقبلا في القاهرة النجاح يعني أولا هو فرص عن عقاد هذه الهدنة أو هذا الاتفاق ليست كبيرة كما تحاول بعض وسائل الأعلام تحدد الأمريكية تصورها على المستوى الإقليمي خاصة بعد تصريح الرئيس بايدن الذي أبدأ تفاؤل كبير بأن الهدنة اقتربت ولكن جاء رد حركة الحماس وحركات المقاومة الفلسطينية وكذلك حتى الرد الإسرائيلي مختلف كثيرا عن بايدن هناك ألية ربعية تتم عبر باريس تضم مصر وفرنسا وقتر والولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تقريب وجهات النظر ما بين غزة وما بين إسرائيل ولكن في النهاية ما زال هناك فجوة كبيرة ما بين الطرفين خاصة بسبب الهدف الأساسي أو المطلب الأساسي لحركات المقاومة وهو وقف دائم لإطلاق النار هذا يرفضه نتنياهو بشكل كبير ويرى بأن ما زال هناك تحديات كبيرة على إسرائيل من قطاع غزة وبالتالي أعتقد التفاؤل قد يكون يعكس أو يعكس الرغبة الأمريكية أكثر من هو يعكس الواقع الحالي نعم أستاذ هند رغم التفاؤل المشوب بالحذر إلا أن تصريحة الإسرائيلية تؤكد أنها أو المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون المضي قدما في عملية رفح كيف يمكن قراءة ذلك؟ يعني أولا هو بين يمين نتنياهو لديه هدف من هذه الحرب أكبر من فكرة القضاء على حماس أو حتى إخراج الأسرى الهدف الخاص بنتنياهو وحكومة المتطرفين هو تفريغ سكان قطاع غزة ونقلهم إلى الأراضي المصرية لإعلان إسرائيل الكبرى وبالتالي هو لا يستطيع أن يتوقف عن هذا المخطط الحكمات الذين يدعمون نتنياهو حتى الآن في الحكم وأعدوه بعد خمس انتخابات لرئاسة وزراء إسرائيل الهدف بأن هذا هو الرجل الذي يعني مناسب لفكرة استدعاء الحرب الكبرى اللي هي حرب هار مكدون التي يتملك بعدها الإسرائيليين إسرائيل الكبرى وبالتالي هو لن يتوقف عن فكرة التلوح بورقة رفح رغم عدم إمكانياته أن ينفذها الآن بالمناسبة حرص نتنياهو الشديد الآن على عقد الهدنة لأنه وضع نفسه في الزاوية هو قال بأنه سيستأنف الحرب على رفح إذا لم يتم وقف هدنة في حال أن قرر نتنياهو بالفعل شن عملية عسكرية مثلا كما حدث في شمال القطاع أو حتى في خان يونس على رفح هذا سيدفع سكان قطاع غزة لعبور الأراضي المصرية ومصر قالت أن ذلك قط أحمر ليس من مصلحة نتنياهو أن يصطدم بالدولة المصرية الآن وبالتالي هو يحاول أو يبحث مع الأمريكي عن الخروج من هذا المأذك الكبير عبر عقد الهدنة النقطة الأخرى فكرة أنه حريص على عقد الهدنة ليس من أجل وقف الحرب ولكن من أجل إخراج أكبر عدد ممكن من الأسرة لأنه يعاني من انقسام شديد الآن يفتق بالإسرائيل أو بهذا الكيام من الداخل تشاهد التظاهرات يوميا اعتداء الشرطة على أهالي الأسرة وعلى المواطنين الداعمين لهم كل هذا المشهد أربك لنتنياهو المشهد الداخلي أو الوضع الداخلي يحاول القفز أو تجاوز هذه النقطة بإخراج الأسرة النقطة الثالثة وهي الأهم بأن نتنياهو ينتوي وفق تصريحات وتصريحات وزير الدفاع جالينت لشن حرب كبيرة على جنوب لبنان ليس من مصلحة نتنياهو أن يشن هذه الحرب أثناء يعني اشتعال الجبهة في غزة هو يحاول فك ما أطلق عليه ارتباط الساحات وبالتالي في هذه المرحلة يتم عقد هدنة مع قطاع غزة لتحييد قطاع غزة وللتفلت من تعهده بأنه يشن عملية على رفع حتى لا يصطدم بيئة المصريين ويقفز إلى جبهة أخرى وهي الجبهة اللبنانية استغلالا للتواجد الأمريكي البريطاني لأنه بعد عدة أشهر لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في المنطقة خاصة مع الدخول أو الاستعداد للانتخابات الرئاسية هذا من جانب الجانب الآخر بأنه ربما يتم تسعير جبهة أوكرانيا مرة أخرى وفق تصريحات ماكرون وتصريحات الاتحاد الأوروبي وبالتالي الأولوية أيضا في هذا الأمر لبريطانيا ستكون المجال الحيوي أو مناطق نفوذ الأطلاصي في أوروبا وليس إسرائيل نتنياهو يحاول أن يستغل كل هذا الأمر أو كل هذه الأمور للقضاء على تحدياته الآن بمساعدة الأمريكي البريطاني وليس من مصلحة الأمريكي أن يحدث تصادم ما بين إسرائيل وأمريكا وبالتالي هو يحاول الآن القفز أو الخروج من الزاوية التي وضع نفسه فيها نعم للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام مرحبا بك دكتور فيصل مرحبا بك أخوة المشاهدين الكرام دكتور فيصل اليوم يعني من خلال الكثير من المواقع تداول التصريحات للمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ عن التواجد الإيراني ونشطان من حزب الله في اليمن وأنهم موجودون لمساعدة الحوثيين في هجماتهم في البحر الأحمر هكذا التصريح هل يضيف أي جديد؟ إذن يبدو أن الصوت لا يصلنا بالشكل المطلوب سأعاود التواصل معك إلى أن يتم إصلاح هذا الخلل التقني بالعودة إليك أستاذة هند واشنطن في عملية رفاح أكدت على ضرورة عدم الموضي قدما بدون وجود خطة لحماية المدنيين كيف يمكن قراءة موقف واشنطن من خلال هذا التصريح؟ يعني قراءته بأنها ليست ضد العملية العسكرية الإسرائيلية بشكل عام وهي داعمة لإسرائيل ولكن النقطة أنها تحاول فرض أي شرط تعجيزي على حكومة بنيا مينيا نتنياهو لتأجيل هذه الخطوة كما ذكرت لك إذا حدث الآن يعني أو بدأت معركة رفاح هذا سيؤدي إلى هروب أكثر من مليون مواطن فلسطيني من الغزيين إلى الأراضي المصرية هنا لن تصمت الدولة المصرية وتشاهد أراضيها وتشاهد تمرير المخطط الإسرائيلي لإنشاء إسرائيل القبرى في هذه الحالة تتهدد المصالح الأمريكية لا تنسى أن هناك علاقات قوية ما بين مصر وأمريكا وأن مصر تحافظ أو يعني أمن الاتحاد الأوروبي يعتمد اعتماد كبير على الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هي تضع شروط تعجيزية على أمل أن يتم تأجيل هذه الخطوة لمرحلة تكون مناسب فيها فكرة التهجير من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وأعيدك بس نقطة هامة أن داني دانون المبعوث الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة والآن هو عضو في الكنسة الإسرائيلي قد ذكر مع بداية أحداث السابع من أكتوبر بأن أمريكا عرضت على مصر تهجير أو استقبال سكان قطاع غزة مقابل 25 مليار دولار ومصر رفضت هذا كله كان العام الماضي قبل أحداث السابع من أكتوبر هذا يؤكد أيضا أن أمريكا دعم لفكرة تفريغ سكان قطاع غزة من السكان ثم حتى الارتداد إلى الضفة يبدو أن الاتصال الآن أصبح جاهزا واسمحي لأستاذ هند أن أشرك ضيفي عبر سكايب الدكتور فيصل دكتور فيصل كنت أسألك عن التصريح الأخير للمبعوث الأمريكي وهل يضيف أي جديد؟ حقيقة أنك قال لا أقوى مسألة هناك خبراء من الله يساعدنا هذا أمر مفروق منه وسبق للحكومة الشرعية أن أحاطت العالم علما بهذا الشيء يعني ملفاتنا في مجلس الأمن وشكاوى الحكومة الشرعية من التدخل الإيراني ومن أذرع إيران مثل حزب الله في اليمن قديمة الأمريكان هل هي صحوة متأخرة أنهم يقولون لمدر هذا التصريح؟ لكن نريد أقوى أفعال بعد هذا التصريح يعني الآن الحوثيين صاروا حسب التصنيف الأمريكي منظمة إرهابية لكن ماذا بعد التصنيف؟ هل نكفي في اتخاذ قرارات تظن معلقة بالهوى؟ كالقرار 22-16 الذي صدر عن مجلس الأمن ولم يجي طريقه للتنفيذ حتى الآن بل يعني استقفية بأن يصير هذا القرار واحدة من المراجع التي يرتكز عليها أي حل سلمي للقضية اليمنية نعم لكن نريد نعم دكتور فيصل بالإشارة أيضا إلى المبعوث الأمريكي وتصريحاته كان قد أقر بفشل المجتمع الدولي في ردع الحوثيين هل لإدارة بايدن دور في هذا الفشل؟ حقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية هي شاركت بشكل أو بآخر في تقوية الحوثيين والحيلولة دون مضي الشرعية قدما في استعادة مؤسسات الدولة والآن يعني خلقوا خلقا ثم سنكروا بعد أن هيئوا للحوثي كل السبل أن يعني يتمدد في الأراضي اليمنية واتخذوا فيتو ضد تسليح الجيش اليمني وإن كان هذا الفيتو متخذ من قبل مجلس الأم لكن نحن نعرف من يدير مجلس الأم ويباركه هي الدول العظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الآن نحن لا نريد مجتمع دول يواجه الحوثي نحن نريد أن يتركوا لنا أمر الحوثي كحكومة شرعية ونحن كفيلون بالقضاء على هذا الإرهاب الجاذل على صدر اليمنين فقط يخل بيننا وبين الحوثي ويوقف تهريب السلاح للحوثي ويسلح الجيش اليمني ونحن كفيلون باستعادة الدولة وفرض العمن والاستقرار في اليمن وفي الإقليم وأيضا حماية المصالح الدولية سواء في المياه اليمنية أو حتى على أي مصالح لهم مشتركة مع الشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية نعم الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام شكرا جزيلا لك بالعودة إليك أستاذ هند إلى أي مدى تمثل أو يمثل الوصول إلى اتفاق هدنة في هذا التوقيت استراحة محارب لفصائل المقاومة رغم أنها كما ذكرت تشدد على الوقف الدائم خصوصا في ظل الفيتو الأمريكي الذي عرق الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة يعني أعتقد أن هذا قد يكون السبب الوحيد لعقد هذه الهدنة بالإضافة إلى إدخال كميات كبيرة جدا من المساعدات نشاهد أن هناك مجاعات بدأت تحدث في تحديدا شمال القطاع ووسط القطاع وبالتالي أنا أعتقد إذا كانت التقديرات لدى الفصائل بأننا ذاهبون نحو حرب كبرى أو حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط قد تستمر لأشهر طويلة وحتى سنوات أعتقد أنه ممكن أن يقبل بهذه الهدنة لإدخال المساعدات للاستعداد لإعادة تأهيل صفوفه في الداخل استعدادا للمعركة أكرة وأيضا هناك نقطة أن تعلم أن الفصائل التلسطينية لديها تفاهمات مع حزب الله وربما يكون هناك كما ذكرت لك محاولة أو منورة من إسرائيل لتحييد هذه الجبهة والبدء مع جبهة الشمال هذا سيتوقف هل بالفعل ستفعلها حماس يعني هل ستدير الأمر ببرجماتية تعقد هدنة في مقابل أنها تعلم بأن جبهة أخرى ستفتح هذا كله سيتضح قبل رمضان لأننا إذا لم نصل إلى هدنة حقيقية في رمضان أعتقد أن الحرب ستشتد بشكل كبير في هذا الشهد خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى منها حرمان المصليين المسلمين من أداء فردتهم في خلال الشهر الفضيل نعم كنت قد أشرت إلى حدوث مجاعة وتحديدا في الشمال وأيضا حتى في الجنوب في مدينة رفح إلى أي مدى هذه التحذيرات من وكالة الإغاثة ستشكل ضغطا من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تخضع للمنظمات الأممية لماذا؟ لأن أمريكا توفر لها دائما حماية ألبيتو في مجلس الأمن تعلم في النهاية أن المؤسسة الوحيدة القادرة على إصدار قرارات ملزمة حتى الآن هي مجلس الأمن وهو مجلس الأمن المنبطق بين الأمم المتحدة أمريكا لديها بدل ألبيتو ثلاثة الأمريكي والفرنسي والبريطاني وبالتالي هي تتعامل بأريحية ولكن في المقابل هي كانت قامت بعدد كبير من اتفاقيات التطبيع مع الدولة الإفريقية والعربية وهناك ضغوط كبيرة الآن تفرض عليها بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الدولة العربية على الأقل شعبويا هذا ما يأتي به نتائج مع الإسرائيلي وهذا ما أدى بالفعل إلى أن حدث عمليات إنزال المساعدات بالطائرات من عدد من الدولة العربية وحتى معهم فرنسا على شمال ووسط القطع لكن المنظمات الإغاثية والدولية لا أعتقد أن نتنياهو يدير باله لمثل هذه التصريحات أو حتى الضغوط ولكن يبحث عن المصلحة إذا كانت مصالح إسرائيل ستتضرر في منطقة الشرق الأوسط أو حتى مع الأمريكان من هذه الضغوط أعتقد هذا ما يؤدي دائما إلى التراجع من قبل إسرائيل وهذا ما حدث في الأياب الأخيرة نعم الكاتبة الصحفية والمتخصصة في القضايا الدولية هند الضاوي شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر